كبتل السلعوي يمكن النهاردة واضح أن مستر أجوستي بوش أرى الملعب كويس استفاد من جيم وان بشكل كبير يمكن نادي الزمالك المعني ما تستعدش المباراة بالشكل اللي استعد ليه نادي الأهلي النهاردة كل المميزات اللي كان فيها نادي الزمالك في جيم وان من فاست بريك وقف النهاردة نادي الأهلي وقف في فاست بريك الترانزيشن ديفنز لنادي الأهلي كان عالي جدا وقف الساكن شوت بتاع النادي الزمالك النهاردة النادي الأهلي بيعمل سويتش في البيكندرول والشناتر بتوعنا بيمشوا مع الجردات وشوفنا كمية بلوكات واللعبة دي كرأت أكثر من مرة ونادي الزمالك وانفشل أن يلعب على أصاد هذه اللعبة أو هذا النوع منها الدفاع شايف النهاردة إزاي قدر مستر الأجوستي يقرأ المباراة ويستفاد من أخطاء الفريق في جيم وان نادي الأهلي قدر مباراة شعارها الدفاع الجيد واستوعب كمية الأخطاء اللي كانت في المباراة الأولانية فرض اسلوب لعبه من أول دقيقة في المباراة فرض اسلوب الدفاع الضاغط على النادي الزمالك النادي الزمالك جعله ليس لديه أي حلول هجومية بصراحة حتى الحل الهجوم اللي كان يعمل سكرين على الهاي بوست ويعمل اختراق كان كله بيقابلوا الطوال عندنا وببلوكات وقدرنا نسيطر على الرباونت في الحلقة الدفاعيا وهجوميا فقدرنا نجري فاص بريك رجع المعدلات الطبيعية رجع مستوى التلاتة بونت عندنا نسبة عالية جدا أعتقد أن السكور موزع بنسب متساوية الشيط الأولاني والتاني كان عمر طارق هو الزاهر لكن الشيط التالي في عمر زهران أحمد إسماعيل أقدم مباراة جيدة تومسون بدأ يقود الفرقة تاكتيكيا سؤالك الحكب تسلقوي سبحان الله والله كنا 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 نتكلم وإحنا نتفرج على المباراة مع حضراتكم تومسون ما تفهمش أنا بقول له يعني تولفته ركبة ما تفهمش في إيه يعني هو يعني أنا مختنع به تماما كلنا مختنعين به وده عن تجربة يعني وولتر هوج خلينا نتكلم على المشتوى الفردي أعلى كتير جدا من تومسون بس ما تفهمش تومسون سوفت وير بتاعه راكب على السوفت وير بتاع الفير فيه ذر